للمرة الأولى تقابل محاولة أمريكية لحمل الأمم المتحدة على إدانة أي أعمال عنف من قبل حركة حماس بالفشل لأن مشروع القرار لم يجمع لعدد اللازم من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية ورغم أن قرارات الجمعية غير ملزمة لكنها قد تنطوي على ثقل سياسي وحصل مشروع القرار الأمريكي على 87 صوتا مؤيدا و57 صوتا معارضا بينما امتنع 33 دولة عن التصويت ولم تصوت 16 دولة وفي تحرق إجراء السابق طلبته الكويت وفقت الجمعية المؤلفة من 193 عدوا بفارق بسيط على ضرورة أن يكون التصديق على مشروع القرار بأغلبية الثلثين وليس بأغلبية بسيطة وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي ستتنحى عن منصبها بنهاية العام قد كتبت إلى دول الأعضاء يوم الاثنين تحثها على التصويت لسالح مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة محذرة إياها قائلة إن الولايات المتحدة تتعامل مع نتيجة هذا التصويت بمنتهى الجدية ودعت هيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت إلى ضرورة إدانة ما وصفته بإرهاب حماس بشكل علني لا لبس فيه ودون شروط مسبقة قبل أن تؤيد الجمعية التسوية والمصالحة بين الفلسطينيين وإسرائيل بشكل ذي مصداقية وتعمل الولايات المتحدة على خطة للتوسط في مساعي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لكن الفلسطينيين تساويرهم الشكوك واتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز لإسرائيل في قضايا جوهرية وقال سامي أبو زهري المسؤول بحماس إن رفض المشروع الذي صاغته الولايات المتحدة ضدهم يمثل الضربة للإدارة الأمريكية ويؤكد على شرعية مقاومتهم اشتركوا في القناة